أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفنح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللوو معدون والذين هم للزكاة فاعلمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أسواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير منومين فمن بدها وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صنواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من صلات من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم إنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالدين ثم إنكم بعد ذلك لميدون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصده للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نصدهكم مما في بطولها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ونقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تبتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بآبافه آبائنا الأووئين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأرحينا إليه أنصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفاردت النور فاسلك فيها فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سمق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظنروا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين فقل رب أنصني منسلا مباركا وأنت خير المنسلين إن في إبارك لا آياته وإن كنا لمبتدين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال المنأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بنقاء الآخرة وأكرفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون وإن أطعتم بشر مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا ميتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت وأحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نالمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعق للقوم الظالمين ثم إنشأنا من بعضهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجنى وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تتران كلما جاء أمة رسولهما فكذبوهما فأتبعنا بعضهم بعضا كلما جاء أمة رسولهما فكذبوهما فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عليم فقالوا أن أؤمنوا لبشرين مثلنا قومهما لنا عاملون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتابا لعلهم يهتدون وجعلنا بن مريم وأمه أيته وآويناه مآل ربح جنفات قرار ومعين يا أيها رسل كنوا من الطيمات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حسب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون مآآتا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وصعها ولدينا الكتاب ينبق بالحق وهم لا يفلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكسون مستكبرين به سامر تهجرون أفلم يدبر القوم أم جاءهم ما لم يأتي أباءهم الأوغنين أم لم يعرفوا رسولهم فهم لهم منكرون أم يقولون به جنا بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبعوا الحق أولاهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهم بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرقون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من قر لنجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتقرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي فرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي وحيه ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا متنا وكنا تراما وعظاما أئنا مبعوثون لقد وعدنا نحن وأباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله منه ولده وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الطيب والشيادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعنهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعنف بك من همزات الشياطين وأعنف بك رب أن يحقون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب رجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلام إنها كلمة وقائلها ومن ورائهم مرزخوا إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في السور فلا أنسى بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خصموا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كارحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسروا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عباد يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا تحتنا أنصركم فكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد ستين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إله آخر لا مرهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون فقر ربه فر ورحم وأنت خير الراحمين صدق الله العظيم شكرا نظيف اشتركوا في القناة